جمعية التعليم والتنمية في بوروندي دعوة تعليم تنمية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فمن عمارة المساجد بناؤها ومن عمارتها الاهتمام بها وبنظافتها ومن عمارتها الصلاة فيها وأداء العبادات فيها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حى على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاة حيّ على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أولاً نحمد الله عز وجل أن أتم لنا بناء مسجد أو جامع عثمان في محافظة الشيبوتوكي بدولة بورندي في هذا اليوم يوم الأحد الموافق الثامن من جمال الأول لعام 1446 للهجرة بتاريخ عشر ويوم الأولى ويوم الأولى ويوم الأولى ويوم الأولى ويوم الأولى ونسأل الله عز وجل لمن تكفل ببناء هذا المسجد أن يبني له بيتاً في الجنة وأن يكتب أجر من سعى ومن دل على هذا الخير فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجامع جامعاً مباركاً لأهل هذه المنطقة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم الاستفادة من هذا الجامع والمحافظة على إقامة الصلوات في جماعة وكذلك تعليم أولادهم القرآن وتعليم المهتدين الجدد أمور دينهم فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير كذلك لا ننسى أن يرحب بضيوفنا الكرام مشايخنا الأحباب الذين زالونا في هذا اليوم للاطلاع على بناء هذا المسجد وشهادة افتتاحه فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع والسلام عليكم ورحمة الله أسميتم ذاكن داخيرا هيا جيبوا أترك التاخيرا هذه المساجد فتحات بوابها والشوق سارة في الفواد سيرا هذه المساجد فتحت أبوابها والشوق سارة في الفواد سيرا الله أكبر من جميع همومنا الله أكبر ردد التكثيرا الله أكبر من جميع همومنا الله أكبر ردد التكثيرا سبحانه فله المحامد كلها فالحمد لله العظيم كثيرا سبحانه فله المحامد كلها فالحمد لله العظيم كثيرا فالحمد لله العظيم فالحمد لله العظيم فالحمد لله العظيم وفادي برأة كبير فالحمد للغنية وفادي برأة